حذر الرئيس الاوكراني فولدومير زيلنسكي خلال لقائه في كييف وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكين من شتاء صعب ينتظر الاوكرانيين اضاف زيلنسكي ان كييف ستجتاز الشتاء مع شركائها الغربيين سويا معربا عن شكره للولايات المتحدة على مساعدتها لبلاده في قطاع الطاقة بدوره اكد بلينكين ان واشنطن ستواصل دعمها لاوكرانيا في هجومها المضادة لروسيا مشيرا الى ان الدعم الامريكي سيستمر على المدى الطويل لجعل اوكرانيا قوية